هل أنت سعيد بالله عليك؟ والله أنا سعيد جداً بقول السعيد سعيد جداً هذه السعادة جداً تشبه إنسان يعاني ما يعاني ما في إنسان لا يعاني لكن موعود من قبل خالق الأكوان بجنة عرضه السماوات والأرض يعني مثل بسيط واحد يسكن بغرفة واحدة مع خمس أولاد ودخله لا يكفيه سمن خبز وفي علي دعوة إخلاء من هذه الغرفة ويعاني ما يعاني إله عم بيملخ خمس مئة مليون وما عنده أولاد ومات بحادث فخلال ثانية واحدة انتقل هذا المبلغ الفلكي خمس مئة مليون لهذا الفقير لكن إجراءات المواريس وحصر الأرس لم يتمكن أن يقبض درام واحد قبل عام لماذا يعيش طوال هذا العام في سعادة إيه ما أكل لأم زائد ولا اشترى بغطف قال أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فالمؤمن أحد أسباب سعادته أن الله وعده بالجنة ترجمة نانسي قنقر